يوم مشهود انتظرته مئات الأسر المصرية التي شاهدت بكل فخر فلزات أجبادهم يوم تخرجهم في الكليات العسكرية رجالا ملء السماع والبصر يخدمون أوطانهم ويبزلون لها الغالي والنفيس كاميرا التلفزيون المصرية شاركت أطلبا وزويهم يومهم المرتقب فكانت تلك اللقاءة اشتركوا في القناة خلاص تعبان هبطان أدي له القوى أنه يستمر والحمد لله ربنا نكملها معا على خير يعني الحمد لله هشام خفاجة والد ملازم أول طبيب أحمد هشام يعني أقوله أولا ألف مبروك تعبت أنت وزميلك وربنا أتمم عليكم بخير ويكفي طبعا الريس موجود النهاردة في الاحتفال بتاع تخرجه ويكفي الزميله اللي احنا شفناهه من النهاردة حقيقي دي حاجة فخر للبلد يعني الواحد أما بيشوف المجموعة دي كلها بيتطمن المستقبل إن شاء الله ربنا يوفقهم وربنا يسعدهم إن شاء الله وبنشكر الريس طبعا على تشريفه هنا ودي حاجة جميلة جدا ودفع ليهم إن شاء الله اللي هم يعملوا أكتر وأكتر ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد هشام خفاجة الأول على دفع خمسة طب كل طب قد مصلحة هو في البداية أنا بحب أوجه الشكر لأسرتي على مسندتها لي ودعمها المستمر هو اللي وصلني اللي أنا النهاردة أكون في المكان ده طبعا وفخر ما بعده فخر انتمائي لقوات المسلحة المصرية وإن يبقى أتيحت لها الفرصة اللي أنا أخدم وطني وأخدم بلادي بالذات اللي أنا طبيب فأنا أسعى لنا أخدم شعب مصر بالكامل مدنيين وعسكريين ونحن نقدم الخدمة الطبية على أعلى مستوى طاليق بالمستوى اللي احنا تأهلنا بيه داخل القوات المسلحة أنا أحمد صام عبداللطيف طالب بكل الفنية العسكرية والحمد لله بعد خمس سنين حققت المركز الأول على كل الفنية العسكرية طبعا شهره عظيم يعني أتمنى أي حد يكون فيه أنك تخدم جيش بلدك أو تخدم وطنك عمتا وطبعا بعد تعب خمس سنين يعني أنت تكون قادر أنك تعمل حاجة زي كده تعلمناه في كلها كله ودي حاجة عظيمة يعني وأتمنى ينولها أي حد إن شاء الله بإذن الله أنا أقولهم أنه متحمس جدا أن أنا أكون ظابط في جيش مصر أخدمها زي ما قلت أحراتك أو أخدم وطني عمتا ملازم جوي تحت الاختبار عبدالرحمن صبري محمد بالصراحة يعني هو إحساس جميل قوي فخر وشرف لأي حد وفي نفس الوقت المسئولية مبسوط جدا أن أنا كرمت من السيد الرئيس الجمهورية القوات الأعلى القوات المسلحة حلم أي حد في القوات المسلحة طبعا وأي حد في جمهورية مصر العربية والحمد لله مبسوط أن يتعبي ده ومشوار المجهود اللي أنا بزلته تكلل بالنجاة مدام راني علي ردوان والدة أحمد محمد السيد الغراب طبعا الحمد لله والشكر لله على نعمة ربنا وفضله علينا قبل أي حاجة أحمد ابني تلو عمره بصراحة كان الأول على دفعاته منه هو صغير توامره متفوق علميا وأخلاقيا دايما كان بيتلع الأول على المدرسة في ابتدائية والإعدادية والسنوية العامة هو وعدنا أنه هو يتخرج بتفوق والحمد لله تلع من الأول على القوية في النهاية العسكرية وأوفى بوعده وقبل المجستير والدكتوران إن شاء الله